زام المدعى عليهم سحبت صلاحيات توزيع رواتب الموظفين من وزارة المالية في إقليم كردستان وأسندتها مباشرة إلى وزارة المالية في بغداد وألغت حصة الكوتا في انتخابات إقليم كردستان في حين أنها موجودة في قانون الانتخابات الاتحادية المعدل والصادر وغيرها من القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية واضعة من نفسها بديلا للدستور أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا كل تلك القرارات دفعت بالقاضي عبد الرحمن زيباري بالانسحاب من عضوية المحكمة ممهدا الطريق لانسحابات أخرى قد تشمل نوابا في البرلمان اعتراضا على قرارات يفترض أنها قضائية لكنها تحمل توجهات سياسية ضد أقليم كردستان وكيانه الدستوري وتجاوزت المحكمة في قرارين أصدرتهما في شهر شباط الماضي يتعلقان بإجراء الانتخابات ورواتب الموظفين في الإقليم الحاجزة الدستوري وتحولت إلى مؤسسة سياسية وتشريعية وقضائية من خلال ممارستي لعملي ومتابعتي لمست وجود نزعة في قرارات المحكمة وبحسب خبراء في القانون فإن انسحاب القاضي زيباري أزل الستارة عن تورط المحكمة السياسية إلى حد إعلان أحد أعضائها الانسحاب لخروجها عن دورها في تفسير الدستور إلى تعديله والتلاعب بأحكامه وتغليب جهة ومصالح سياسية على أخرى كما أنه يمثل طعنة في شرعية المحكمة وسلامة التمثيل القانوني فيها بسبب مقاطعتها من أحد أهم المكونات التي ينبغي أن تكون ممثلة فيها وإلى جانب خطورة الخروقات الدستورية أخذت قرارات المحكمة تؤثر على المشهد السياسي من خلال إحداث شرخ داخل تحالف إدارة الدولة وانزعاج الكرد من تقصد واضح في تقويض إقليم كردستان وفقا لمصادر سياسية ويلوح مسؤولنا كرد بسحب النواب من البرلمان ومقاطعة الجلسات وهو ما يؤثر بشكل مباشر على النصاب القانوني وأيضا على حكومة السوداني التي تضم وزراء من المكون الكردي